ليش حديثة صندت وتبعد أن العاصمة 400 كيلو ومحاصرة ليش الخالدية صندت ومحاصرة وليش عامرية الفلوجة صندت شو السبب هذا هؤلاء الناس كانوا ممثلين في الحكومة يعني مثل البعيسة كلهم موجود يعتبرون في اسم رجال الدولة أو مؤسسي أو داخلين بالعملية السياسية بقوة من دور الأخراف العيساوي إلى فالح العيساوي إلى فيصل العيساوي وموجودين بالحشد وموجودين بالجيش وموجودين بالشرطة دليل أن الدولة متمسكين بالدولة ما خلوا مناطقهم تسقط وكذلك ربعنا لديهم الموجودين في الخالدية وكذلك الجغايفة والذيش المناطق إذ ما أنت تكون جزء من الحكوم في كل مؤسساتها وفي كل مفاصلة صدقني سوف تدافع أن الدولة بكل ما تملك من إمكانيات بس مثلا أنا بن عانو بن راو يشوف نفسها ما موجود لا بالجيش ولا بالشرطة ولا بالأمن ولا بالمخافرات بدأ يحس في قضية بأن هاي المعركة مو علي المعركة على غيره وهاي أخطر أخطر من أنك تمنطي الواحد المال أهم قضية أنك تبني عقيدة داخل هذا الشخص ابن الأنبار تقول لي أنت عراقي درجة أولى ومن البصرة ومن كربلا